في ظل استمرار إسرائيل بعملياتها العسكرية في غزة تتكشف يوميا مدى فضاعة الإصابات التي تعرض لها المدنيون في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر لمنازلهم حيث كشف طبيب أمريكي الذي يعمل في مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لصحيفة واشنطن بوست كشف مدى فضاعة الإصابات التي تعرض لها المدنيون في غزة وبشكل خاص الأطفال مشيرا إلى أن الإصابات في صفوف الأطفال لا تتوقف ودعا طاقم الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية الذي وصل غزة في مهمة تطوعية مدتها أسبوعين إلى وقف إطلاق نار عاجل كما طالب الحكومة الأمريكية بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستخدام نفوذها لجعل إسرائيل تعيد فتح معبر رفح الحيوية